ليس من السهل أبدا على الأطفال زيارة طبيب الأسنان ولكن يمكن أن يكون صعبا بشكل خاص إذا كان الطفل يعاني من مرض التوحد الآن في تشيلي تستعين عيادات الأسنان بالكلاب للمساعدة في علاج الأطفال المصابين بمرض اضطراب التوحد الذين تشكل زيارتهم لعيادات الأسنان قلقا كبيرا لذويهم لديم آآة إلى المحاومة لا تريد معلومات الأشعار جاب يزال هالذي تريد أحيانا أحيانا لا تريد اشتركوا في القناة